وقع المعهد القضاء الفلسطيني ممثلا بمديره القاضي بلال أبو هنطش مذكرة تفاهم مع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ممثلة بالمطران الدكتور سني عازر وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء تعاون مشترك بين الجانبين في مجالات التدريب القضائي ودمج القضاء الكنسي في برامج المعهد التدريبية المختلفة وعقب توقيع الاتفاقية التي حضرها عدد من قضاء الطرفين رحب القاضي أبو هنطش بالوفد الضيف مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تسهم في بناء قدرات الكوادر القضائية من خلال توفير البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد والمناهج اللازمة لسقل قدراتهم ومهاراتهم وبدوره عبر المطران عازر عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية وتجاوب المعهد القضاء الفلسطيني مع مطلب الكنيسة بإدراج القضاء الكنسي ضمن خطط وبرامج المعهد التدريب اشتركوا في القناة